موسيقى روبرت شيلينز قائد شتادغارد ومنتخب ألمانيا الذي فقد ذراعه في نهائي كأس ألمانيا السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر الف وتسعمائة وثمانية وخمسين عقب تعرضه لحاديث سيارة أودى بذراعه اليسرى قرر روبرت شيلينز لعب شتادغارد ومنتخب ألمانيا اتزال الكرة ولكن جورج فورس مدرب شتادغارد أقنعه بالاستمرار وغير مركزه في الملعب من الهجوم إلى اللعب خلف المهاجمين حتى يقل الاحتكاك بينه وبين المنافسين شيلينز لعب ثلاثمائة وإحدى وتسعين مباراة بالدوري مع شتادغارد سجل خلالها مائة وثلاثة وأربعين هدفا وحقق لقبين للدور الألماني ولقبين لكأس ألمانيا ولعب مع المنتخب الألماني ثلاث مباراة الصورة التقطت في نهائي كأس ألمانيا الف وتسعمائة وثمانية وخمسين بين فريقين شتادغارد وفورتونا دوسلدورف والتي فاز فيها شتادغارد بلقب بطل كأس ألمانيا وقرر شيلينز الاعتزال فجأة عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين وهو في الرابعة والثلاثين من عمره وقبل شيلينز بسنوات طويلة اشتهر لاعب أوروغوية هكتور كاسترو الذي تعرض لحادث نتج عنه بتر ذراعه الأيمن ولكنه حقق إنجازات كبيرة منها مساهمته في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم بكرة القدم عام الف وتسعمائة وثلاثين